صدقت ما قولت يا بحر يا غدار كيف لا وهو بعده عم يصطاد مركب تلوى المركب ويبتلع الأحبة من دوم ما يفرق بين كبير وصغير الحلم بالوصول إلى إيطاليا انتهى على وقع فقش الموج المرتفع بعد خمس ساعات فقط من الانطلاق عبر الشاطئ الشمالي بلبنان تحول المركب لحطام مباثر على الشاطئ السوري كوبا للجزيرة أرواد السورية برحلة موت جديدة تحول ركابة لضحايا وأوراق نعوة وصور منتشرة لمفقودين على مواقع التواصل الاجتماعي مش معروف مصيرهم بعد عداد الموت حتى لحظة إعداد التقرير حصد 89 ضحية وهو رقم غير نهائي ومرشح للارتفاع مع مرور الوقت القاتل المفقودين أكتر من 50 أما العدد الأليلة من الناجين فبلغ 20 عم يطلقوا العلاج بالمستشفيات السورية وعلى واقع استمرار عمليات البحث عن المفقودين بالرغم من أنه ارتفاع الأمواج بشكل خطر على فرق الإنقاف يلي عم بيشارك فيها عناصر من البحرية الروسية إلى جانب البحرية السورية بدأ لبنان باستقبال الضحايا وتشيع انتباعا إلى مثواهن الأخير عبر المعابر الحدودية مع سوريا من مستشفى الباسل بطارتوس انطلقت عصر يوم أمس الجمعة سيارات إسعاف بتحمل علامتنا جثمين 9 ضحايا جرت اسليمة عند معبر العريضة بين لبنان وسوريا بدوم 7 لبنانيين 6 من عكار و1 من باب الرمل بترابلوس بتعود لطفلة من آل مستو بالإضافة لجتتان من التابعية الفلسطينية من مخيم نهر البارد كل ناب عنده كرامي وشرف يا بيوقف مع شعب طرابلوس يروح يقدم استعالته قدم استعالته تيوم لإيام ذكروا التاريخ ولكن ضليتوا طمعنين بالكرسي بدو يلعنكن التاريخ هاي المدينة بلتلعنكن هيدول اللي ماتوا يا نواب بلتلعنكن هيدول اللي ماتوا كلهم كرامي وشرف رحمة الله ريون هيدا لو أزعروا شبيح ما كان راح كانوا هيدول الزعمة بعتولوا خارجية خوفا منه وفد من أهالي الضحايا توجه لسوريا مع بعثة من الصليب الأحمر اللبناني فبعد الجتة تتعذر التعرف عليها بسبب التشوه وهي بحاجة لإجراء فحوص الحمض النووي هي فاجعة لبنانية سورية فلسطينية مؤلمة بالطبع مش الأولى من النوع ولا رح تكون الأخيرة مع تحول أرواح يأس لضحايا تجار البشر ضحايا شبكات منظمة عم بتغرر بالناس سعيا وراء حفن من الأموال بمقابل صفر ضمانات من السلامة مصدر أمني أكد للأوتيفي أن صعوبة أحباط جميع الرحلات أثناء الانطلاقة بتعود لحجم انتشار منصات الأبحار الواسعة على طول الساحل الشمالي علما أن حركة تهريب البشر من الساحل الجنوب نادرت الحصول بسبب تواجد صفن اليونفل بالبحر كما طردات العدو الإسرائيلي بالمياه الإقليمية المصدر أضاف الأوارب المستعملة بالتهريب بمعظمة أوارب صغيرة وهي تستخدم لصيد الأسماك فقط غير قادرة على تحمل الأعداد الكبيرة من الأشخاص على متنى كما غير مخصصة لقطع مسافات طويلة وهناك صعوبة برصدها بالكامل عبر الرادارات وشدد المصدر على أهمية العمليات الاستباقية يلي عم بيقوم فيها مخابرات الجيش اللبناني بمحاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتفادي عن لخسارة الأرواح البريئة بهيدا السياء أعلن الجيش اللبناني بتغريد عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تمكن مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية بالمينة ودير عمار بترابلوس للاشتباه بضلوعهم بعمليات التهريب عبر البحر